تشارك هيئة البحرين للثقافة والأثار في الدورة الرابعة عشر بالمهرجان المسرح الخليجي والذي انطلقت فعلياته في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالعاصمة السعودية الرياض وذلك بمشاركة وفود من مختلف دول الخليج العربي وخلال فعلياته كرم المهرجان رائد المسرح البحريني لأستاذ إبراهيم خلفان إلى جانب تكريم الناقد المسرحي الراحل الدكتور إبراهيم غلوم بالإضافة إلى نخبة من رواد المسرح الخليجي هذا ويعد مهرجان المسرح الخليجي حدثا ثقافيا شاملا حيث يعرض خلاله أعمال مسرحية من كافة دول الخليج العربي وضمن مشاركة مملكة البحرين في المهرجان يقدم مسرح الريف البحريني عرضا مسرحيا بعنوان عند الضفة الأخرى كما يتضمن المهرجان مجموعة من الفعاليات وورش العمل المختصة في فنون المسرح بالإضافة إلى ذلك تم استحداث جائزة الفرقة المتميزة لأول مرة في تاريخ المهرجان على غرار جائزة العروض المسرحية والتي تهدف إلى تحسين وتطوير الجانب الإداري للفرق المسرحية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة